ما احنا لازم نفهم ما يقولش هيقولك فيه لعيب عنده اصابة في العضلة الضمة في العضلة الخلفية في العضلة الاممية والكلام ده متكرر جدا الموضوع فعلا ضغط المباريات ولا اكتر بين كده هو اكتر من كده مش بس ضغط المباريات طبعا ضغط المباريات لها دور كبير والاهم من كل ده انه فعلا احنا ما عندناش حاجة اسمها روحة احنا فعلا بناقش نعرف الروحة بالمناسبة فيه ناس يجي تقولك ايه ما فيه أوقات كده الأهلي والزمالك والأهلي والزمالك عشان مشاركات دولية بياخدوا أسبوع ولا أسبوعين أجازة وما بيتضربوش لا لا الأجازة اللي هي لإيه عارف أنت اللي هو النوم اللي متقطع ده اللي هو أنت أكنك ما نمتش هو بالزبط كده الأجازة المتقطعة دي كده اللي هو أنت أكنك ما يخدش أجازة ما بتفتش دي خطة يا جماعة عارفين أنت لو ما شفتم محمد صلاح كده مسافر وقلتوا ساعتا أنه إزاي بقى يسافر ويقضوا على البحر ومش عارف إيه وإحنا مخسرانين لا دي حاجة إجبارية ده هو أصل النادي لو عارف أنه ما بيعملش كده هيبقى عنده مشكلة لو النادي عارف مثلا أنه هو بيقضي مشاوير وبيلف وبيتعب وبيعمل مجهود بدني كبير هيبقى عنده مشكلة الراحة إجبارية عارفين يعني الراحة إجبارية يعني حضرتك اتواخد أجازة النهاردة هيا هتسافر تصايف فين هتقعد على آني بحر هتروح آني جزيرة هترايح حضرتك فين بتبقى كده احنا طبعا الكلام ده مش شايفينه احنا ما شاء الله المواسم لازقى في بعض فيش احنا متعامل مع اللعبة دي انهم ما مكان جرافيكس زي بلاي ستيشن كده حتى احنا منفرج عليهم بنبقى عايزين ندوس على الدراع على الزراعة السرعة عشان يجروا لكنهم مكان أو جرافيكس مش حقيين طيب تعالوا بقى نشوف إصابات النادي لأهلي بكرة اللي مش يبقوا موجودين في مباراة غزة المحلة نفس الامر بالنسبة لإصابات نادي الزمالك في مباراة البنك الاهلي ونبدأ من عند النادي الاهلي إصابات بالكوم بالكوم احمد عبدالقاتر احمد عبدالقادر اصيب بمزء فيه منشأ العضة الامية هيغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع الاول مباراة متوقع غيابه عنها مسابقة الدوري غزة المحلة يوم 22 يونيو سمو حوال جونة وفوتشر والبرامد برضو احمد عبدالقادر من المباراة المتوقع يغيب عنها مباراة بيرامدز يوم 26 يونيو في كاس مصر علي معلول إصابة في شد في العضة الامية هيغيب عشر ايام مباراة متوقع انه يغيب عنها غزة المحلة واسموحة وبيرامدز حمد فتحي اصابة في بشد في العضة الخلفية هيغيب عشر ايام ايضا مباراة متوقع يغيب عنها غزة المحلة واسموحة وبيرامدز حسين الشحات كادمة في الكاح الوطر اكيليس هيغيب لمدة اسبوع هيغيب عن مباراة غزة المحلة واسموحة وبيرامدز تات مباراة في منتهى الاهمية الاهلي في منتهى الاهمية ايام اشرف التهابات في الرجبة هيغيب لمدة اسبوع غزة المحلة واسموحة وبيرامدز تعالى بقى عزة مالك محمد ابو جبل اصابة بشد في العضلة الضمة هيغيب او متوقع يغيب عن مباراتي البنك الاهلي وسيراميه كليوباتر محمود علاء كان مقوايا في القدم هيغيب عن مباراة البنك الاهلي محمد عبدالغاني كان مقوايا ايضا في القدم هيغيب عن مباراتي البنك الاهلي وسيراميه كليوباتر عبدالشافي كان مقوايا في القدم هيغيب عن البنك الاهلي وسيراميه كليوباتر احمد فتوح في مرحلة تعافي من تدعيات اصابته بفيروس كورونا غالبا هيغيب عن مباراة البنك الاهلي وسيراميه كليوباتر والمقولون العرب حمزة المثلوسي التواق في كاحل القدم هيغيب عن مباريات البنك الأهل واسراميكا كلوباترا والمقولون العرب الله يكون فعون الزمالك والأهل والزمالك تحديداً كمان غيابته أكتر بكتير طريق حامد يعاني من إصابة فيه الرجبة وينفذ برنامج تائيلي مباريات متوقعة غيابه عنها البنك الأهل والسراميكا كلوباترا والمقولون العرب والله أعلم بالبقى حاجة إمام ما شد فيه العضلة الخلفية هيغيب عن مباراة البنك الأهل مبدأياً كتير قوي كتير قوي 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 طيب